طيب السلام عليكم وصباح الخير ومساء النور اللي كل الناس بيسمعونا طيب الليلة حبي اتكلم عن او حي قبل ما اتكلم عن اي حاجة البودكاست احنا عملينه اسمه كوباية شاي كوباية شاي لشن انه دايما كوباية الشاي هي الناس اللي بيقعدوا حولها الناس وبيتونسوا وبيكون عندهم اخبار الناس كلها والشمارات والحيات دي كلها فكوباية شاي هي بودكاست غرض منه انه وانسا يعني احنا في الموضوع بتاع الكورونا بمعلان احتنا كولنا قاعدين جول البيت اذا كنا قاعدين الجول البيت طبعا اه بنكون مشتاقين شديد لاصحابنا لقد انه 45rons معهم وال instantaneous подпис at my heart فكوباية شاي هي ويجب الشاي الحياة الناسram وحتكونوا ويجب الشاي speakers عن حيات مختلفة شديد حيات كويسة حصلت حيات كعبة حصلت حيات حتحصل مايبي احتمال اي احتمال لا. طيب اول حاجة انا احمد السير وفي اول قصة حبي احكيها الليلة او اول بداية الليلة حتكون قصة في انو اقدر الله انو انا سفرت كينيا. فسفرت كينيا بالنسبة لي كانت اول سفر بالسودان وكانت تقريبا تاني مرة تاني مرة تاني مرة تغير مركب طيارة وكانت اول مرة زول يعيش حياة كاملة اللي هو حياة بتاع تقريبا تمانية شهور بعيد من انسى البيت. فكيف كانت الحياة دي كيف بدت كيف حتى الان شغالة دي حتكون كوباية الشاي حولها فانا هحكي لكم يعني حاول نسكم بالزبط عن ان الحياة دي حصلت كيف. طيب اه كل البداية عشان 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 تمشي من بلد لبلد محتاج نكتركب طيارة. لكن دي الحياة كنت اختيب علي انو مفروض بسركب الطيارة وخلاص. فطلع انو في حياة كثيرة غير انو تركب ولكني ال Font ssdbirth طيارة وطيارة أيهاة مفروض تضبطها انك هتسكن وين انك بتعارف مينو انو المواصلات هتكون كيف. انو الزور حيجيبك مينو المطار يتساكن فيها. هتقول لها ظراحة لما كنت مجهزة و كما يقوله هنه ماشي على بركة الله. فقبل ما تكلم ذاته عن ان يا اخي السفر هل كانت كيف ستتكلم عن اخي التجهزات لسفر كانت كيف. الخروج من كان ان ايجي كينيا انا ان ان الفروض احضر كورس هنا في كينيا فكان النافروض الدفاع قروش ليه وبرضه. فالسؤال كان ان اخي القروش هى تجي من اون فبعد الزور بدي يفتش بين اصحابه ومن اعسل البيت من القروش الان خطاع عين دي وان هيدي كلها. قدر لاني القرش القرش وصلت رمي القرش وصلت كنت مقادن في البرنامج الثاني كلام ده شهر 2 2019 ايوه قبال الناس ذات وما كانت سمعت بها حيث ما كورونا الناس كانت بتطلع عادي طيب شهر 2 2019 كان قبلوني البرنامج يقام مغالية الله يا عحمد المفروض ده بعد ده يجي كينيا ففي نفس الوقت كان قبلوني في البرنامج الثاني هنا في سودان حيث ما ورنج كونا وكنت محتار بين الاثنين اني يا اخي انا انزل اورنج كونا ولا امشي كينيا فقعدت فكرت ما اروحين يا اخي اعمشين وعمشين 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 فواحد من اصحابي قال لي والله يا اخي البطانية اورنج كونا ممكن يكون حاجة ضريفة شديد وحاجة ممتازة شديد بالنسبة لك فانت يعني لازم تحضروا فقمت عملت حركة في حركتين قمت كلمت ان اسأل معاها اني يا اخي بالنسبة الاجوار الحاضر في سودان الوقت ده كانت ازل 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 ثورة اني انا محاق درجي فقام وقال لي وكي ما اخو مشكلة المهم بغيتو بكت ليهم كده وعملت حركات في حركات كابت ايميل طويل طول فعال فقام وقال لي خلاص اه نحنا هقوم ناجل لك لحد شهري تمانية انتهم خلاص ففعلا اجلوه لحد شهري تمانية ونزلت مع اه اورنج كونا قد حد البلنامج بشهري تمانية جا والمفروض وبعده اقوم سافر كينيا فااااااااااااا اول حاجة فكرت فيها اني يا اخي انا احجيز مكان اللي هو الناس اللي بالن احجيز حاجات انتrai المشكلة بتاع اير بي ام بي انا واحد فكرت فيه وانا بكرة مسافر دي نمرة واحد نمرة اثنين بعد ما لجيت المكان المناسب بينين ان انا سيقعد فيه وحد فحكم بالنسبة له المشكلة انه ما في كات يعني الموضوع بتاع ماسا كات وموضوع بتاع الفيزا والحاجات دي كلها في السودان ما فيه الحية الوحيدة المفروضة انا اعملي انه اجيه كينيا واحيز براي اه وديك هانا الحية انا اختيها ببايا لكن ننسيتها مع الموضوع بدا انه يا اخي يهيس في دوما كل والله لديها العافية حتى العردي والكركدي الخبيز والبلح وكل الحاجات دي قاعدة في الشنطة ما شاء الله اه وخلاص لتاني يوم رجعت البيت رتبت حاجاتي وضبطت شنطتي وعلى باركة الله قدعت الناس البيت دي قبتة العربية مياشين هيا حاجاتنا اني يا اخي مورود انا اقوم اشتري لي حاجاتي اني اذا حصلت اي مشكلة父 في كيميا او الزوار الحصدي ليه هيا حاجاتيا الكل الممنوع شوكولاتة ممنوعة فباقي القربا ق ابت تاعتي كلها خطيت في شوكولاتة اشتريت تغريبا يا سنيكارس اتصيو الذي حاجاتيا ويصلنا المطار او طيب والمطار المتار قصة غريبة شهيتنا quit حاجة كنت قاعد منتظر برا انه يا اخي انا المفروض اعمل شنو. فقاعد طبعا نظام كده ما حبي انه يسأل اي زول. قاعد يا زول ما بتفرج عليه انه يا اخي المفروض يفهم شنو. فالنا سبيل كله وقتلنا الله اخواننا شكرا جزيلا انه خلاص طي اعطي بعدها حتى تجي. شام لما اخوط ترجعو. فقام وقال لي خلاص اوكي. فهم رجعوا بجد اه حالاتي قاعد براي. مش قاعد يا زول شلت الشي ما بتعطيه شوتك 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 دخلت المطار. اي هو حي جزارينا الباسورد ت investments. خفت خوف لانه وتشفت انه الباسورد واحد ما كنا سيته فالتي شكة انه ما عندهم فيزا سفايا بتعطيه انه يفهمtakها انتصل كينيا. بعدين بتاخد الفيزا. الفيزا. المهم خشيط المطار ايه المفروض ان انا ناخد لنا وقفة ونضحة كل في الحاجة دي. فخشيط المطار اديتهم الحاجات دي كلها. ودخلت جوا. المشكلة بتاع المطارنا ربنا يديها العافية انه ما فيه اي حاجة بتوضي لك تنفضتها مشوين لا بالعال ولا بالانجليزي. فانا جايت حايم تقريبا خمس دقائق وفتش في انه يا اخي البحثة شنو في النهاية لعي من خلاص. قمحتها. وانا سألت ازل قلت لي والله يا عمك اخس معني. انا المفروض امشي وين بزد. فقام قوليه تبقى شوين بزد. وقلت ليه انا مشي كده 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 فقام قوليه خلاص ديك المحلال المفروض تمشين. او حاجة تعملها شنون. او حاجة تعملينك بالدكتاشة الخرج. الدكتاشة الخرج بتمشي عندك زي عندك زي كده بتقي فيه. دخل فيه الشنط. يفحسوا لك الشنط. اا يا. تبحث الشنطة والي حاجة. انت جاي خاشي. بتفحث الشنطة تحتك فيها شنو? والوزن بتاعك. انا زيدي معايير الوزن كا نتقيه وزن بتاعي كان اربعين كيلو جرام. في المهم دخلت الشنط كلها. داخل الشنطة داخل الشنطة داخل الشنطة. بعد ذاك ام في كريب تاع الحمى الصفرة. كريب تاخدو من بره او لازم لازم تضبطها والي حاجة. فاديتهم الكريب بتاع الحمى صغير بتاعيه. ومشات قاعد منتظر. قاعد منتظر يتكاتل انه في سندويتش تعبيض. قاعد في الشضة بتاعيه. طلعت السندويتش وكأنه ما في اي زوج شايفه انا باسم الله الرحمن الرحيم. كباجك 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 كباجك. حتى اكل في السندويتش في عيه. ما لاحز ان يا اخي طبعا بعدها الناس اللي قاعدين في المحلات اللي انا منتظر فيها كلهم تقريبا افارغة. اا وتقريبا كلهم ابعرفوا عربي. وتقريبا كلهم كانوا بعيني في الزهرة باكل في السندويتش جول 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 مطار ضنه. فالمهم قاعد ومنتظر ومركب السماعات بتاعتي وعم خلا للعام من نفسه مقترب. ااااااا. قمت بعد الشيء لقم انتظر للسماعات سمحت في الازاعات الداخلية بتاعاته انه يا اخي. في طيارة ما شاك ده. ما في متاعيا حياة طبعا ركبت السماعات طوالة. وقاعد يازلوا برضو بسمحة بس نحن في واحد يخاشين. قال الناس اللي ماشيين باليوتيوبية منه. انا عاني تلك وتلي وانا. ما شو اليوتيوبية. قال ايوتيوبية فضل لها خمسة دقائق بس الصبت. اجري. في هزول طلعت مشاهد بتعمل طبعا عندك منك الصالة تحت الانتظار. وبعدك في الصالة منها بتخشوا على الباص الباص بيوديكم الطيارة. في هزول زيل. الباص بيوديك الطيارة. فمشاهد هزول وصلت في الصالة تحت الانتظار. طلعت من ظلتها. بعد دي شوية بدوك العلامة اللي فيها الشنطة بتاعتك. او الشنطة بتاعتك الاسم بتاع الحكاية دي. المهم لانو الحقيقة دي حصلت قبضي كم شهر فانا ما موزك موزك النص الحاجة دي. فركبنا الباص بعد داك. نمشي سبحان الله المطار بتاعنا فيه هناك فيه اه حفر. يعني الزلط بتاع المطار فيه حفر. فالمهم ماشينا بالعربية لو كدك طاربين كانت المطار صبت. نشينا العربية اركبك الطيارة. المشكلة اللي في الطيارة خلينا خلينا نكون واضحين. انو انت عندك وكيد يعني تخيل معين انك انت عندك طيارة دا تركب فيها. اكيد الطيارة دي ما حتمشي قبالك يعني ما هي ما هي مواصلة البحر ولا مواصلة الكلاكلا. عشان انت تمالي وانت بتكون بالسوق فيها. دي المراوحة دي طيارة. تمام? الحاجة اني بالتنين انت ازا خشيت في البداية الا خشيت في النهاية في النهاية انت عندك ما قاعد معين مرفو تقعد فيه. فما حتفرق حاجة. فانتنا ما شاء الله كالسودانيين كلنا قاعدين قدام البوابة عشان نخش. رغم انو الحاجة دي ما حتفرق اي حاجة من. تقريبنا خشيت زول قبل الاخر. وفي النهاية ما في زول حاجز المقعد بتاعي. المهم خشيت اا قاعدت في المقعد. وزبطت يا زول خطيت السماعات بتاعتي. وكان في حاجة كنت اتبوها ليه الشباب. يا اخي. اللي ما تقرأ الا انتقكم في الطيارة. فبديت تقري فيها كانت كانت تعليقات من كل الناس. هي الظريفة شديد. اا ولوحدة حسيت بحطكي صباح ولا بالكتاب. اا في كتاب عامي نفسي النهار خلاص. ازوا دايق لكتاب ما قاعد اي حاجة فيه. اونا نوزن كدو ما في انتبيو حاجة. اا واخيرا اا التلفون. فالتلفون بيتدوب بالزبط للمتركب الطيارة اي ثنين ميجابايد. اية اذا فتحت الواي فاي سعين انت انت انتهي قبل ما تكفي الواي فاي ادوك اثنين مجابادة انت استخدمها وفي النهاية يبكون عندك افلام فالمهم لاحظ انه في بيتش دعنيه برضو مسافرة معانا فالواحد قرر انه يقوم يتلحلح وانه يعني يكسر الحاجز بتاع الحجر انتعته من السودان فايوا المعلمين قرأت تعدين فتخين المعايزون قرأت تعدين طلاف وغا في جامعة خرطوم بكون على الاطلاق ما عنده اي علاقة بالمجاز وما عنده اي علاقة بالجنس الاخر فالزول كان بفكر ان دي فور صافحيس انه الزول يكسر الحاجزة انه يبدأيتكلم مع الجنس الاخر بصورة اا منفتحة الموضوع ما مش على حسب الخطة بتاعتنا لكن على حسب الشايحية شايفين ينه يا اخي المفضوو ننزل في يوثيوبيا المفضوو ننزل في يوثيوب ديه الخطوة الثانية va نلاقيكم في lockedpress мир لم أقل المشكلة الوحيدة الخطوة ال kommt الخطوة الجاية سننزل في يوثيوبيا لكن قبل ان التذيوبيا ذكر انه لحدة حسين ما حجزت اي مكان في كينيا فدي حيكون عنوان الحلقة الجاية ان شاء الله